هذا الحشد الكبير من الناس خرج في ألمانيا احتفالا بتدخين الحشيش نعم الحشيش فقد أعلنت السلطات الألمانية إلغاء تجريم استخدام المرخوانة وتدخينها اعتبارا من الأول من أبريل رغم تحذيرات الشرطة من الأضرار التي سترافق الخطوة فالآن أصبح بإمكان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما حيازة ما يصل إلى خمسة وعشرين غراما من الحشيش في الأماكن العامة وبإمكان البلغين زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات لكل أسرة ولكن بضوابط فلن يسمح للأشخاص بتدخين الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز الرياضية أو في مناطق المشاه بين الساعة السبعة صباحا إلى الثامنة مساء بالجهة المقابلة يشير معارض القرار المثير للجدل إلى العديد من المحاذير داخل التشريع الجديد معتبرين أن هذا سيمثل بداية مرحلة الفوضى في ألمانيا